مشاهدين إنما كنتم لأحوال التقسى المتوقعة لدهيرة وليلة اليوم أجواء عموما خلال اليوم تكون مغشات على المناطق الغربية والوسطى صحب عابرة على شرق البلاد تكون مصحوبة بزخات مطر بالمرتفعة الوسطى والغربية بدرجات حرارة غير فصلية فقط معدلها الفصلية هذا بسبب استقرار في مراكز الضغط الجوي وارتفاع الضغط الجوي على مستوى البحر الأبيض المتوسط الذي بدوره يمنع تسرب أو دخول الإطرابات الجوية بالنسبة للمناطق الجنوبية تكون الأجواء غائمة على شمال السورة والجنوب الغربي نمر الآن إلى صورة القمر الإصطناعي توضح لنا في هذا الأثناء إلى أجواء مستقرة على مجمل المناطق الشمالية إلى غاية شمال السحراء الجنوب الشرقي حتى على أقصى الجنوب أجواء تكون عموما مغشات بالجنوب الغربي شمال السورة إلى غاية أقصى الجنوب الغربي خلال دهيرة اليوم تبقى الأجواء مشمسة إلى قليلة الصحب على سواحل الشرقية من الوطن أجواء مغشات بالمناطق الداخلية الشرقية منورا للمناطق الوسطى والمناطق الغربية في بعض الفترات تكون مرفوقة بزخات مطر على المرتفعات الغربية والمرتفعات الوسطى سماء مشمسة إلى قليلة الصحب على شمال الصحراء والوحد سفاء يميز الجنوب الشرقي الصحراء الوسطى مرتفعة الهجار وتسلي وأقصى الجنوب تبقى الأجواء خلال الظهيرة مغشاة على منطقة تندوف إلى غاية منطقة بشار زوابع رملية تنشط على الجنوب الغربي شمال سورة السحراء الوسطى وعلى أقصى الجنوب مع حركة ريح أقول تكون من ضعيفة إلى معتدلة عموما إليكم درجات الحرارة القصوى المتوقعة ظهيرة اليوم درجات حرارة غير فصلية تصل إلى 23 درجة بالجزائر العاصمة 24 درجة على وهران أيضا على منطقة تلمسان 21 درجة بعنابة وقلمة 19 درجة على كل من السطيف وببثنا أيضا لغوات 18 درجة مرورا للجلفة البيت وبتيارة 19 درجة على منطقة غردية 18 درجة بتندوف منطقة إليزي وجنت حتى على حسيم سعود ورغلا وتوغورت 26 درجة بعين صالح وبأدرار 17 درجة على كل من الواد ومنطقة بشار 24 درجة ستسجل على تمنرس وعلى منطقة عين قزم حتى بعين أزوى حالة التقصى المتوقعة ليلة اليوم نرتقب أجواء معشرة جزئيا على أغلب المناطق الغربية من الوطن تكون مرفوقة في بعض الأحيان ببعض القطارات أو تكون في بعض الأحيان راعدة على المناطق الداخلية الغربية صحب عبر على المناطق الداخلية الوسطى مرورا إلى أغلب المناطق الشرقية صحب عبر على شمال السحراء والوحاة السحراء الوسطى على مرتفعات الهجار والتسلي وأقصى الجنوب الغربي سماء مغشات على شمال السورة والجنوب الغربي حركة الرياح تكون من ضعيفة إلى معتدلة على كامل التراب الوطني درجات الحرارة الدنيا المتوقعة ليلة اليوم تصل إلى 8 درجات على الجزائر العاصمة تيزي وزو أيضا على منطقة وهران 10 درجات على كل من عنابة وقنمة 3 درجات باستيف وببتنس 6 درجات على الغوات وبتيارة 4 درجات على منطقة تلبية 7 درجات بغردايا وببشار 4 درجات على منطقة حاسم سعود ورقلا مرورا إلى توقورتوى بألواد 7 درجات بإليزي وجانت 12 درجة بعين صالح وبأدرار 11 درجة على تندوف 9 درجات ستسجل على منطقة تامناس مرورا إلى منطقة عينقس حالة البحر لهذا اليوم يكون قهادئ إلى قليل الاتراب على سواحل الغربية تحت تأثير رياح متغيرة الاتجاه تتراوح سرعتها من بين 10 إلى 20 كم في الساعة يكون البحر قليل الاتراب على مستوى السواحل الوسطى والغربية برياح غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من بين 20 إلى 30 كم في الساعة نصل إلى ختم هذه النشرة مشاهدين أشكر لكم كرم الإصغاء